ويا هلة ويا مية هلة بيكم وشلونكم متابعيني شخباركم اليوم طبق مالتنا لزانية لزانية عشق ابني أحمد الوسطاني كل شي حبها ويعشقها لزانية من الأكلات المشبعة جدا وتفيد كعشة يعني ها هي يعني بعد ما تسوون شي ثاني ويا ما عدا زلاطة وغاية السوالف إذا تحبون تشوفوا المقادير تابعوا الفيديو نبدو الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلى على محمد وعلي محمد بطاوة رامة بصل شوية زيت خلت ويا أتكرمل خلت علي ربع اللحم غطيته خلت يستوي زي وبعدين ورا ما سوى ذبيت علي معجون هنا بالخلاط آني مخلية أشياء مشوية وخالط يعني وهاستها بالخلاط الأشياء اللي شويتها طماطة بصل ثوم جزر فلفل أخضر هذاني خمس أشياء شويتها نسوه خليت عليهم زيت وملح بعد ما شون زين خليتهم بالخلاط ليش أنا سويت هاي الصلصة لأنه ما أخلي بهارات أنا أي بهارات ما أستخدم فلازم أنكه الأكل بفدنكهات فحبيت أسوي هاي الصلصة درتها على اللحم الطاوة ما استوعبت دهتها بججر وخليتها على نار على نار هادئة إلى أن يسبك على راحته هنا أجيس سويت البشامين زبد خليت تقريبا ميتا غرام زبد وأربع خواشيك مالطحين بالضبط أربع خواشيك مالطحين وتسعمائة ملي لتر يعني لتر إلا شوية حليب سائل يعني تقريبا يطلع إياكم ثلاث أكواب ونصف قياسي هالشكل هنا لتسبك على راحته والبشامين اللي أضفت عليه بالأخير أضفت شوية ملح فوق الحليب وخليت عليه جبن ووزر الله حتى يعني سرع أدي بشامين اللي ما أريد آني هواي ثخين يعني أريد شوية خفيف هنا هاي قطع اللزانية طبعا تجو إياها بهارات البهارات ما استخدمتها آني خليت شوية بشامين خليت قطع ما اللزانية درت نوب بعد شوية عليه بشامين لأن هاي الطبقة الأولى شوية يعتنوا بيها لأن هي تنزل بيها السوائل خليت فوقها لحم مع الصلصة وأيضا درت طبقة لزاني تخلون طبقة بشامين طبقة لحم وطبقة لزاني وتكررون بالطبقات تقدرون تستخدمون أي صلصة أنتو حابين يعني عادي مو مشكلة بس آني لأنه ما أقدر أستخدم صلصات لأنه بيها بهارات فأسوي الصلصة آني قلت لكم شوية طماطق فلفل أخضر بصل ثوم جزر شوية خليت على شوية زيت الزيتون وملح شوية كملوا طلعتهم بردة وسأقفقتهم بالخلاط خليت عليهم شوية خليت على مود شوية ثقيل لن يمشي الخلاط بعد ما كملتها للنهاية أخير طبقة من البشامين ضفتها فوقها دخلتها على الفرن أخذت ويال نصها على نار هادئة بس من جوه شفتوا هاي البهارات مال اللزانية ما استخدمتها بعد ما استوى من جوه ضفت لها جبل من فوق على الوجه وشغلت بس الفوق يمكن يعني ثلاث دقائق إلى أربعة بزايد خمسة هنا أجيت قطعتها وشوف شكلها النهائي وطعمها يجنن وجدا مشبعة اللي يسأل على اللزانية اللزانية من المطبخ الإيطالي تقدرون تتفنون بها وتستخدموها تستخدموها عفو مكان اللحم دجاج أو لحم شرائح بكيفكم هذا شكلها النهائي وسهمنا وسهمكم ألف عافية والمناظر تحكي وتتكلم بس انتوا باعوا لي وشوفوا لي شكلها ونوصل النهاية الفيديو ومع ألف سلامة باي باي